لا إله إلا الله محمد رسول الله واحد يسأل بيقول اضطررت إلى أخذ قرض ربوي لشراء سيارة كي ينظروف كده وأنا إلهي نادم ولا أدري ماذا أفعل أقول له لا يعظم ذنب على التوبة لا يعظم ذنب على التوبة استغفر الله عز وجل اجتهد في تسريع الخروج من هذا القرض وهذا يكون بتعجيل ما يمكنك تعجيله من الأقصاد لأن قاعدة البروش الربوية أي مبلغ بتدفعه من رأس المال فوق الدفعة الشهرية المنتظمة تسقط من رأس المال فيسقط مقابلها من الربع فكلما اكتهدت في تعجيل دفع أكبر قدر ممكن من الدفعات أنت بتنقص عمر الربع تنقص من الربع كما وكيفا وهذا طريقك إن شاء الله إلى الاستعتاب لا تستكفب مجرد الدفعات الشهرية استكثر من الوفاء وتعجل به ما استطعت فهذا هو المقدور الآن والتكليف مناطه القدرة ولا يكلف الله نفسا إلا أسعى